السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني شخباركم كل شيء بخير نتمنى تكونوا كمين تنصحوا العافية كمين بخيروا على خير معكم هشام من قناتكم الكورة المغربية بالدرجة اولا قبل ماذا نبغيت بعض تواني منكم باش نقول لكم شكرا بزاف على اي كلمة زوينة قلتوها في حق شكرا بزاف على الدعوات زوينة ديالكم اللي كانت راه في تعاليك والخارج من القلب ومرحبا بالناس جدادا في القناة تحية كبيرة لكم وفرجة ممتعة بشعة عاش المغرب لا عاش من خد ولا غالب إلا الله والصحراء مغربية رغم كيد الحاقدين نمر إلى أبرز العنوين الجيش المغربية يوجه رسالة شكر للرئيس الجزائري عبد المجيد تابون علامة تعجب وزير الخارجي الجزائري يلتقل أمين العام الأممي بأضي سبب الملك محمد السادس يتدخل بعد سوء الأحوال الجوية والتساقطات التلجية بعدد من المناطق ضمنها سوس مسر في رد قوي على البرلمان الأوروبي بوريطا ينفجر في وجه الأوروبيين فضيحة من العيارة التقيلة الجزائر تورسي البيبسي وكوغاكول لضحايا زلزال سوريا ورشطاء من مخيمات دوفا إنها الإعانات الموجهة إلينا من الاتحاد الأوروبي سارقاها تبون هتافات عنصرية في حق المغاربة بملعب الخمسة جويليا بجزائر بالفيديو وفرحات مهني يدخل على الخطأ إنهم عسكر تابعون للنظام العسكرية وليسوا قبائليين حملة ضد قيادة البوليزاريو مطالب بمحاكبة المتورطين بالتعديب والاغتصاب وإبراهيم غالي يتهم المغرب بالوقوف وراءه جريدة مغربية في رسالة نارية باتريسي موتسيبي ترجل أو إرحله بورطة لوزير خارجية مصر ندعم إيجاد حل للملف الليبية دون إملاءات خارجية بسبب الحصار الروسي المفروض عليها أوكرانيا تتفاوض مع المغرب للتوقيع على هذه الاتفاقية الهامة بالنسبة إليها بريطانيا العظمة زلزي العرش الكابرانهج وتعترف اليوم بمغربية الصحراء والتفاصيل حارقة بداية عودة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وتونس قيس سعيد يعتادر من المملكة المغربية بعد فعلته الشنئة ويقوم بهذه الخطوة مرحبا بكم إخواني الكرام من جديدة وجهت إدارة منتدى فارماروكا على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك شكرها للرئيس الجزائري عبد المجيد تابون بسبب العرقيلة التي تخلقها الحكومة الجزائرية للتبادلات التجارية بين الجزائر وإسبانيا والتي جعلت الحكومة الإسبانية تنصح المستثمرين الإسبان بتحويل استثماراتهم إلى المغرب وقالت إدارة فارماروكا تتوجه إدارة منتدى فارماروكا بالشكر الجزير لفخامة رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تابون لعمله الدأوب من أجل دعم جهود الحكومة المغربية في محاربة البطالة واستقطاب الاستثمارات الخارجية وهو ما من شأنها تسريع عجلة النمو بالمملكة المغربية وتكريس مكانتها كقطب للاستقرار وبواب لاستهداف الأسواق الإفريقية بالنسبة للمستثمرين الأجانب وأضفت فبفضل السياسة الرشيدة لحكومة فخامتها من أجل خلق العرقين للتبادلات التجارية بين الجزائر والمملكة الإسبانية توجه العديد من المستثمرين الإسبان نحو حكومة بلادهم من أجل تقديم تظلمتهم الأخير لم تجد أفضل نصيحة تقدمها لهم سوى بتوجيههم لتحويل استثمارتهم نحو المملكة المغربية الشركة الموتوقة والعقلانية والذي يمنح إمكانية لخلق قيمة إضافية أكثر للرأس المال الإسبانية وتابع دات المصدر أن هذا الذي يقوم به النظام الجزائري أرخى بذلاله على نسبة التقى في مؤسسات هذا البلد والاستقرار السياسي بها ما يشكل فرصة يمكن للمملكة المغربية استغلالها من أجل استقطاب استثمارات في عديد من الميادين الحيوية واختتمت فارماروك تدوينتها بالقولة فشكرا فخامة الرئيسة بالعاصمة الإيتوبية آديسة بابا التقى وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان حومي مير مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو كونتريسا اللقاء جرى بحسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية أمس الجمعة السابع عشر فبراير الجارية على همش مشاركة الأمين العامة الأممية في تتاح قمة الاتحاد الإفريقية التي ستنعقد اليوم بالعاصمة الإيتوبية آديسة بابا وأضف البيانة أن الطرفان استعرضا في ذات اللقاء القضايا المتعلقة بالتعاون بين الجزائر والأمم المتحدة لا سيم في مجال السلام والأمن وتفعيل الحلول السلمية للأزمات الخبار فراثكم الصحراء المغربية تدخل الملك محمد السادس بعد سوء الأحوال الجوية وتساقطات التلجية بعدد من المناطق ضمنها سوس مسا وفي السياقة أصدر جلالة الملك محمد السادس تعليمته السامية إلى القطاعة المعنية من أجل تقديم المواكبة والمساعدة للساكين المتضرر عقب السوء الأحوال الجوية وتساقطات التلجية المهمة التي تم تسجيلها على مستوى أقاليم وارزازات وزاكورة وتارودانتا هذا وأعطى صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله تعليمته السامية لمختلف القطاعة المعنية لتنصيق مجموعة الوسائل التي يتعين تعبئة وتقديم المواكبة والمساعدة الضرورية للساكين المتضررة إلى ذلك سيهم هذا الإجراء كافة المناطق التي تأثرت نتيجة سوء الأحوال الجوية وخاصة الدواوير التابعة له وفي هذا السياقة وطبقا لهذه التعليمات الملكية السامية ستقدم القوات المسلحة الملكية المغربية الدعم اللوجيستية من خلال معداتها الجوية من أجل تسريع عمليات الإمداد بالمساعدات ونقل العناصر البشرية لخدمة الساكين المتضرر أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بورط أمس الجمعة في كلمته بمناسبة انطلاق أشغال اللقاء الدوانية التحضيرية الذي ينعقد يومي السابع عشر والثامين عشر فبراير الجاري بالرباطة والذي يأتي في إطار التحضير للطورة الثالثة للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي سيعقد شهر مارس 2023 بالأرجنتين أن موقف من نصب أنفسهم كقيمين لحقوق الإنسان في قارتين يرتكن إلى مواقف تضع جنبا الحوار والتعاون كأساس لحماية وإعمال حقوق الإنسان ليتبنى للأسف مواقف قائمة على ازدواجية المعايير والتسليس والتي تضعف أساسا حقوق الإنسان عوض خدمة قضايا وأبرز ناصر بورط أنه لمجل إطلاقا لممارسة الوصية على قضايا حقوق الإنسان ولا شرعية تلقائية لإملاءات تقييم خارجية ولا بديل عن التمكن الجادة التدريجية والفردي والجماعية لكونية حقوق الإنسان وأضاف وزير الخارجية المغربية السيد ناصر بورط دون ذكره اسم البرلمان الأوروبي وقراره الأخير أن مصارا التأكيدية في المشهد العالمي لا يمكن أن يكون رهين منطق المواجه الذي يغد عملية التصعيد مما سيزيد من إدعاف التضامن الدولي في الدفاع عن حقوق الإنسان هذا وكان البرلمان الأوروبي صوت في التاسع عشر يناير الماضي على قرار يدين المغرب بخصوص ودعية حقوق الإنسان وحرية الصحف خاصة حالات الصحفيين الموجودين في السجن في الوقت الحالي وجاءت الإذان بعد أن صوت لصالح القرار 356 عضوا في البرلمان الأوروبية في حين رفضه 32 برلمانيا من أصل مجموعة البرلمانيين البالغ عددهم 430 عضوا وغاب عن الجسد التصويت 42 برلمانيا تسببت المساعدة الإنسانية التي أرسلتها الدولة الجزائرية لمساعدة سوريا على تجاوز محنة إدرا الزلزال العنيفة الذي هز سوريا وتركيا وتسبب في ضمار كبير في الدولتين حيث قالت وكالة الأنباء الجزائرية أنه تضمن أغطية ومواد غدائية وسيدلانية وأدوية وتجهيزات مختلفة حسب ما جاء في قصصة الوكالة الجزائرية للأنباء إلا أن نشطاء الجزائريين كانت لهم وجهة نظرهما التي عارضت القصص الرسمية بعد نشرهما لصور المساعدة الإنسانية تضمن مشروبات غازية وبكمية كبيرة كما فعلت مع حادث مرفأ بيروت بلبنان حيث علق نشطاء الجزائريين على المواد المرسلة بأنها حركة عبتية من النظام الذي أرد المشاركة بأي طريقة كانت فيما علق نشط آخر أن النظام الجزائري ظن أن الناس يقيمون الحفالات تحت الأنقاذة ولم يتوقف انتقاد المساعدات التي أرسلتها الجزائر لسوريا بشار الأسد عند هذا المستوى بل تعدى ليتير الغدب بمخيمات الدل والغبر والعجاجة حيث علق اللاجئون الصحراويون على الخطوة بالتضامن الخاطئة وقال مدونون آخرون على صفحتهم أن الجزائر تغض الطرف عن الوضع داخل المخيمات والذي يعتبر أكثر كارتية من زرزال تركيا والسوريا وأن الأطفال بدأت تظهر عليهم أعراض سوء التغذية وأن معظم الولايات لا تتوفر على الماء فيما الأطقم الطبية التي أرسلتها لسوريا كان الأجدر بها أن تتوجه لمخيمات تندوف لأن المنظمة هناك الصحية غير صالحة بتاتا من أجل التصدي للأوبئة المنتشرة بها التي بدأت تحصد أرواح المواطنين الصحراويين فيما أجمع معظم النشطاء على أن المساعدات الجزائرية بها بعض الغموضة وهم يبدون تخوفا من أن تكون المساعدات التي أرسلها النظام الجزائري لبشار الأسد تتضمن الهباة الدولية التي كانت موجهة لساكنة مخيمات تندوف في مشهد يندله الجبينة أعادت الجماهير الجزائرية التي حضرت مباراة الويداد الرياضية وشبيبة القبائل الجزائرية مساء أمس الجمعة الهتفات العنصرية التي سبق وأطلقتها خلال حفل افتتاح الشان هو تدول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق الجماهير الجزائرية وهي تردد هذه البانانة المروقي وأطرت الهتفات العنصرية للجماهير الجزائرية في حق المغرب غضب والسنكار نشطاء منصة التواصل الاجتماعية في المملكة المغربية وعدد من الدول العربية من جانبه صار عفر حاتمهني رئيس جمهورية القبائل المحتلة إلى اتهام العسكر الجزائري بالوقوف وراء المؤامرة الخبيثة بتسخير أتباعه لمعادة المغرب هو نشر مهني تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر جاء فيه أشخاص مواليون أو منتمون للعسكر حجزوا مقاعدا في ملعب الخمسة جوليا من أجل معادة المغرب باسم أبناء القبائل في مباراة الودادة أيام بعد اختتام مؤتمرها لتجديد قيادتها بين قوسين تجد جباة البوليساريو نفسها أمام حملة حقوقية تدعو لمحاكمة قيادتها بسبب تهم قتل تحت التعذيب ارتكبت منذ تأسيس الجبهة الوهمية وأطلق منتدى دعم مؤيدي الحكمة الذاتي في الصحراء فرصتين حملة من أجل تسليم ومتابعة مسئولية الجبهة المتورطين في قتل وتعذيب الصحراويين أمام المؤسسات القضائية الدولية وبدأ المنتدى نشر أسماء صحراويين يقول إنهم ضحايا للبوليساريو في مخيمات الدل والغبر والعجاجة فوق الأراضي المغربية المستقطعة المتل من قبل الجزائر وتام المنتدى قيادة البوليساريو برمي الضحايا في الخلاء وسجنهم في حفر والمغادرة بدون تهم محددة وتعريدهم لشتى أنواع التعذيب والتعنيف غير المبررة والمنتدى هو تجمع لصحراويين في مخيمات دوف معاردين للجبهة تخوض جبهة البوليساريو المدعومة من قبل الجزائر أو الجزائر أصلا نزاعا مع المملكة المغربية منذ 1975 حول مصير الصحراء المغربية الأبيع ويقول الناشط الصحراوي في جبهة البوليسارو محمد ميار إن الحملة محاولة من الدولة المغربية للهروب إلى الأمام جراء الأزمة مع البرلمان الأوروبية ووصف ميار حملة المنتدى بأنها دعاية مغردة مشيرا في حديثه لموقع الحر إلى أن المسؤولين الصحراويين وبين أن فيهم زعيم الصنادلية إبراهيم أرخيسة سبق وأن برأه القضاء الإسبانية ويضيف ميار أن حملة المنتدى مجرد دعاية بدلا من الحديث عن الحل السياسي الذي يضمن لشعب الصحراوي حسب تسميته من قبلها الحق في تقرير المصير حسب زعمها ويواجه إبراهيم أرخيسة دعاوي قضائية في إسبانيا رفعتها ضده الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان لارتكابه جرائم إبادة جماعية كما يواجه دعاوة أخرى رفعها في الضلبية وهو منشق عن جبهة صندلسانة يحمل الجنسية الإسبانية ونشر المنتدى أن من بين ضحايا الجبهة الصحراوية بين قوسين حمد أعلي سالم محمد يحضيها الذي حارب ضد الاستعمار الإسباني في الصحراء المغربية وتعرض لإعتقال منذ سنة 1975 بسبب معارضته تأطير جبهة البوليساريو للصحراويين المحتجزين ويقول المنتدى إنه تعرض للتعديب إلى أن توفي سنة 1988 ويعتزم المنتدى مرسلة الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ورفع دعاوي قضائية ضد مسؤولي صندلسانة وكان القضاء الإسباني أغلق دعوة إبادة جماعية بحق زعيم جبهة صندلسانة في 2021 بضغط كبير من قبل الجزائر وبعدما استمع القضاء إليه في الأول من يونيو عبر الفيديو من المستشفى الإسبانية حيث كان يتلقى العلاجة تمكن في اليوم التالي من الفرار من إسبانيا إلى الجزائر بخطة جزائرية الدعيم الرئيسي لجبهة صندلسانة إذ لم يتخذ القضاء أي إجراء بحقها مثل مصادرة أوراقها أو حبسه احتياطيا ويؤكد محمد سالم عبد الفتاح رئيس المرسد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان أن مباررة المنتدى تأتي في سياق الجهود التي يبدو ضحايا الانتهاك الجسيم المرتكب على يد البوليساري ويشير عبد الفتاح إلا أن جهود الحراكة المتضامنة مع الضحايا فضح تورط العناصر القيادية في البوليساري في الانتهاك وجرائم القتل والتعديب وحتى الاغتصاب ويرى عبد الفتاح أن عدم معالج الانتهاك المرتكب من قبل البوليساري يكرس ظاهرة الإفلات من العقابة التي ترعاها السلطات الجزائرية في مخيمات الدل والغبر والعجاجة من خلال تفويدها سلطة للجبه حيث تتم رعاية الجلدين وتكريمهم من خلال منحهم مناصب قيادية وتمتيعهم بجوازات صفر وحتى تهريبهم إلى الخارج للعلاج كما حدث مع إبراهيم الخيس قبل سنتين حيث تم نقله إلى إسبانيا للعلاج بجواز صفر جزائرية بحسب تعبيره ويقول عبد الفتاح أن ضهي الانتهاكات دشنوا حراكا لنشر شهادتهم وتجميع لوائح السوداء الذين تم اهتيالهم في سجون البوليساري جريدة المغربية في رسالة النارية باتريسي موتسيب ترجل أو إرحل وفي التفاصيل طلبت جريدة المنتخبة المغربية رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بالتحرك على الفورة بعدما وسط الأمور إلى العالم الوطني المغربية في إشارة إلى رفض السلطات الجزائرية رفع العالم المغربي الابية خلال مباراة الوزادة الرياضية البيضوية وشبيبة القبائل المحتلة واعتبرت المنتخب أن أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم والردع مشددة على أن الأمر لا يتحمل الصمت ولا التنازل واتهمت الجريدة المغربية ذاته الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكافة بفتح المجال للنظام الجزائرية ليرتكب كل هذه الخرقات مقابل إطلاق إسم نيلسون منذل على ملعب افتتاح الشان واعتبرت الجريدة أن من رخص لهم ليشتموا الجماهير المغربية بحضورهم عليهم التدخل لإعادة الأمور إلى نصابه وقالت الجريدة أن كرة القدم لا تلعب في غابة ولا قوانين يحكمه ومواطيق ولا وائح وبروتوكولات وهذا الكيان دهس وداس عليها جميعا في إشارة إلى دولة كابرانات الجزائر وشددت على أن لا توجد الكثير من الخيارات إما أن يترجل باتريس موتسيبي أو يرحل من الكافة أو يرحل معهم لجزيرة لا تخدع لأي قانون وختمت جريدة المنتخب مخاطبة رئيس الكافة باتريس تحرك ترجل افعل أي شيء يا باتريس فلقد فاحت رائحة الكواليسة وكانت السلطات الجزائرية قد رفضت رفع العالم المغربي إلى جانب عالم الاتحاد الإفريقية وعالم البلد المصدف بملعب الخامس يريوز بالعاصمة الجزائرية قبل انطلاق مباراة شبيبة القبائل والوزادة الرياضية البيضوية لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات عصبة الأبطال الإفريقية وذلك في تجاوز صارخ للروح الرياضية وللوائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا التقى السامح شكر وزير الخارجية المصرية أمس الجمعة بناظره المغربية ناصر بورط خلال مشاركتهما في أعمال الدور الثانية والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقية في آديس بافا إيتوبيا قبل انعقاد قمة الاتحاد وأكد أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن السامح شكر أكد لنظيره المغربية حرص مصر على استمرار تعزيز علاقاتهما التنائية مع المملكة المغربية وهو ما تمنه الوزير ناصر بورط مؤكدا على عمقه وخصوصية العلاقات بين البلدين الشقيقين وأضف أبو زيد أن لقاء تناول عددا من الملفات والقضايا المطروحة على جدوى الأعمال قمة الاتحاد الإفريقية وسبل تعزيز العمل الجماعي على مستوى القر وتم التطرق إتطورات الجارية في ليبيا حيث استعرض سامح شكر جهود مصر على صعيد دفع الحل السياسي للأزمة خاصة من خلال المصارد السورية بين مجلسي النواب والأعلى للدول من أجل عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وأكد ناصر بورط على دعم المصار الجاري للتوصل إلى عقد للانتخابات مع ضرورة احترام إرادة الليبيين والحل الليبي دون أي إملاءات خارجية حيث ناقش أيضا تطورات الرهين في الأراضي الفلسطينية وأهمية العمل على تهديئة الأوضاع بهدف إحياء العملية السياسية والوصول لحل للدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية وذكر أحمد أبو زيدا في تصريحاته أن الوزيرين حرص على تأكيد اعتزامهما استمرار التنصيق والتشاور خلال الفترة المقبلة بشأن عدد من القضايا دات الأولوية الإفريقية والعربية أفدت مصادر إعلامية أوكرانية أن كييفا تتفاوض مع الرباط بشأن توقيع اتفاقية تجارية تفضيله وقال الممثل الخاص لأوكرانيا للشرق الأوسط وإفريقيا ماكسيم سبوخا أثناء ندوة علمية إنه في سياق دعم المنتج الوطني والمصدرين الوطنيين أطلقت أوكرانيا عملية تفاوض لتوقيع اتفاقية بشأن إنشاء مناطق تجارية تفضيلية تتقدم المفاوضات بشأن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بنجاح كبير مع الإمارات العربية المتحدة كما تجري مفاوضات مع تونس والمملكة المغربية لتوقيع اتفاقية تجارية تفضيلية حسب ما نقله موقع أوكرانفورما وأشر سبوخا إلى أنه من المهم جدا لأوكرانيا في الظروف الحالية إن أمكن الحفاظ على الصدرات دون انقطاع وقال المسؤول الأوكراني نفسه فإن بلده تعاني الآن من خسائر كبيرة لأنه بسبب الحصار الروسي للموانئ الأوكرانية لا يمكن تصدير معظم البضائع التي تم إرسالها سابقا إلى دول شرق الأوسط وشمال إفريق وأضاف الممثل الخاص لأوكرانيا للشرق الأوسط وإفريق يمكن تصدير الحبوب فقط لا يمكن تصدير الحليب أو الدجاج أو الزيت أو أي شيء آخر تعمل السلطات والحكومة مع الأمم المتحدة ومع الجانب التركية ونطالب من الشركاء الآخرين الانضمام في إطار سيغة زيلينسكي للسلامة والتي تنضيع إحدى نقاطها على ضمان الأمن الغدائي يذكر أن أوكرانيا كانت قبل الحرب من أكبر مصدرية الحبوب في العالم وبرغ حجم مبادلاتها التجارية مع المغرب سنة 2021 ما يناهز 530 مليون دولار ومثلت الحبوب الأوكرانية 12% من إجمالي والدات المملكة المغربية من هذه المادة حسب تقارير نشرت الصفحة الرسمية للدورية الإنجليزية الممتاز لكرة القدم عبر منصات التواصل الإجتماعي خارطة المغرب كاملة بالصحراء ونشرت الصفحة المشارع إليها عدد من الدول الإفريقية التي يمارس فيها اللاعبون الأفارق بالدورية الإنجليزية حيث أن 33 دولة يمارس لاعبه في البريمير ليجا وأتت المغرب الدورية الإنجليزية دمن أندية مختلفة على غرارة نوردين النيبة، مروان الشماخة، يوسف السفري، طالال القرقوري وحاليا حكيم زياشة، ونيف أكرد وآخرون وصابقا أقدمت عدد من المؤسسات البريطانية على رأسها شبكة بي بي سي والوكالة الوطنية للإحصاء البريطانية على تحديث الخرائط الدولية المعتمدة مزيلة بشكل رسمي الخط الذي كان يفصل المملكة المغربية عن صحرائه ونشرت الوكالة البريطانية سابقة للإحصاء خريطة المغرب كامل على بوابة الإلكترونية منهية بذلك أوهام النظام العسكرية الدكتاتورية العجوزة المفلسة الذي يتجه نحو الإفلس المالية بعدما أفلس ديبلوماسيا وسياسيا ولم يعد له أي وزن قاريا ولا دوليا ويعتبر هذا اعترافا رسميا من قبل الحكومة البريطانية بمغربية الصحراء خاصة وأن هذه المؤسسات الكبرى التي قامت بتحديث خرائطها هي مؤسسات لها وزن كبير داخل بريطانيا وكذا خارجها وتكون بريطانيا بهذا قد اقتفت خطوة الولايات المتحدة الأمريكية التي اعترفت بشكل رسمي بمغربية الصحراء وينتظر مستبعون أن تعلن بريطانيا عن اعترافها بشكل رسمي بمغربية الصحراء ليكون ذلك تنفيذا وتفعيلا لمعاهدة 13 مارس 1895 الموقع بين بريطانيا العظمى والمملكة المغربية الشريفة أعلنت وزارة الخارجية التونسية عن إحيائها الدكار الرابعة والتلاتين لإعلان قيام اتحاد المغرب العربية مع سائر البلدان المغاربية الشريقة وفق ما أوردته في بلاغ له ووصفت الخارجية هذه المناسبة بالدكار المجيدة لما تحمله من معاني ودلالة تاريخية تترجم عمق أواصر الأخوة والمصير المشارك بين شعوب المنطقة وذكر المصدر ذاته بسلسلة النضالات المشاركة من أجل تجزيم طموحات الشعوب المغاربية التواق إلى مزيد من التعاون والتكامل والتضامن لتحقيق ما تنشده من مناعم وتقدم ورفها وأشرت الخارجية التونسية إلى أن تونس توجد التمسك باتحاد المغرب العربي كخيار استراتيجي لما يتوفر عليه من أسباب القوة والمناعة لمواجهة التحديات المشارك وكسب رهانة التنمية والتقدم وتوطيد مقاومة الأمن والاستقرار وتؤكد أيضا عزمه على مواصلة العمل مع باقي الدول المغاربية من أجل تنشيط هيكلة ومؤسساتها بما يسهم في تحقيق الأهداف النبيلة التي تأسس من أجله ويظهر البلاغ تناقض دولة تونس بشأن مواقفها من الوحدة الترابية خاصة بعد تحرشها في أكثر من مناسبة بوحدة المملكة المغربية الترابية وكان رئيس البرلمان التونسية وزعيم حركة النهذة تتوجه الإسلامية راشد الغنوش قد دعا في وقت سابق إلى إقامة اتحاد مغرب عربية دون إشراك المغرب وملطن وذلك بالاكتفاء بما أسماه متلة تونس ليبيا والجزائر فهل تكون هذه الخرجة لوزارة الخارجية التونسية بداية عودة الأمل في العلاقات التونسية المغربية وإعتدار تورس عما قامت به من مبادرة باستقبال زعيم جبهة صندلسان إبراهيم الخيس في قمة تيكاد الجواب سيكون في الأيام القليلة المقبلة إخواني إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم تمنى من الله سبحانه وتعالى لأننا أتنا الإعجاب لكم ما تنسوش تشاركوا بالقناة تفعلوا زر الجرس ما تنسوش كذلك دعمونا بزر إعجاب باش نواصلوا قدما إن شاء الله دمتم في رعاية الله إلى حلقة غد إن شاء الله اشتركوا في القناة